السلام عليكم هذا خبر عن حادث اطلاق النار في مدينة اوتريخت بهولندا اوتريخت شورتين عملية اطلاق النار في اوتريخت ثري داد ان ترام شورتين ترام وسيلة نقل في هولندا وفي دول عديدة سوف نرى الصورة للترام فنبدأ بقراطة الخبر يقول مير العمدة عمدة مدينة اوتريخت بأن ثلاثة اشخاص قتلوا have been killed following a shooting بعد اطلاق النار following والذي تقول الشرطة بأنه يظهر انه هجوم ارهابي Injured 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 Juriho Were injured Juriho Incident الحادث Incident Appears Appears والذي تقول الشرطة أنه يظهر أو يبدو أنه عامل هجوم ارهابي Police are looking for a 37 year old Turkish man named as Gokman Tanis and have warned people not to approach him الشرطة تبحث عن تركي يبلغ 37 سنة يسمى Gokman Tanis والذي حذرت السرطة من عدم الاقتراب منه and have warned people حذرت الناس have warned people not to approach him لا تقترب منه not to approach him Schools have closed and security has been increased while counter-terrorism police work to find the gunman المدارس أغلقت schools have closed have closed أغلقت والأمن is dead security has been increased والمقصود هنا بsecurity يعني رجال الأمن security has been increased increase يزداد ضد هذه الكلمة هو decrease ازدادت في الوقت الذي تعمل فيه شرطة مكافحة الإرهاب للعثور على المسلح the gunman المسلح the gunman counter-terrorism مكافحة الإرهاب we cannot exclude a terrorist motive dutch anti-terrorism coordinator peter yap albertsberg told a news conference on monday منسق منسق مكافحة الإرهاب الهولندي anti-terrorism يعني ضد الإرهاب coordinator منسق أخبر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين told a news conference a news conference مؤتمر صحفي بأننا لا نستطيع استبعاد دافع إرهابي يعني قد يكون الدافع الإرهابي وراء هذه العملية motive دافع motive exclude يستبعد exclude A lot is still unclear at this point and local authorities are working hard to establish all the facts Mr. Albersberg said وقال السيد Albersberg بأن الكثير من الأمور ليست واضحة في هذه اللحظة at this point في هذه اللحظة unclear غير واضح والسلطات المحلية local authorities local authorities تعمل بجهد are working hard لكي توضح أو لكي تثبت كل الحقائق to establish all the facts to establish all the facts شكرا على المشاهدة وسأنشر الجزء الثاني من هذا المقال بعض اللحظات يمكنكم أن تجدوا رابط المقال تحت الفيديو وكذلك هذه الفقرة التي شرحناها سوف أضعها تحت الفيديو